أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة هذه البشارة المحمدية التي تزيدنا تعلقا بالجناب المحمدي الشريف التي تهيج الشوق لهذا النبي الشريف التي تجعلنا في تعلق دائم بجنابه المنيف عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته كل نبي من الأنبياء حينما ضاق عليه الحال وحينما اشتد عليه الأمر دع الله أن ينصره وأن ينتقم من الذين كذبوه من الذين كادوا له المكايدة إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه اختبأ دعوته وترك هذا الفضل وهذه البطاقة الرابحة لنا نحن لأمته في يوم عصيب مع أنه تحمل صلى الله عليه وسلم ومع أنه أودي عليه الصلاة والسلام وما تحمل أحد ما تحمله الحبيب صلى الله عليه وسلم في سبيل أن يوصل لنا هذا الخير وأن تصلنا هذه الدعوة ومع ذلك لم ينتقم لنفسه شج جبينه كسرت رباعيته ضرب صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فيجد الشوك في طريقه كان في يوم من الأيام ساجدا لله في صحن الكعبة فجاء الشقي عقبة بن أبي معيط وخانق رسول الله بردائه وجعل قدمه على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وجاء أبو بكر يدافع عنه فضرب وفاطمة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد من الألم من الظلم من القهر من الشدة في حقه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك صبر وتحمل صلى الله عليه وسلم ما أراد الانتقام ولو شاء بدعوة واحدة لله تعالى ينتقم من كل من آذاه بل جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال يقول يا محمد مرني يا رسول الله يا محمد إن شئت أطبق عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان في طرفي مكة أطبق عليهم الأخشبين فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا بل أرجو الله تبارك وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم كل ذلك ليذخر لنا هذا الخير ليذخر لنا هذا الفضل ليوم عصيب عظيم نقف فيه موقفا عظيما إنه موقف القيامة حين نقف بين يدي الله تبارك وتعالى فلا نجد إلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِندَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمِمِي وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِهِ إِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّ بِاسْمِ مُنْتَقِمِي هذان البيتان فيهما وصف لمشهد عظيم ذكرته الأحاديث وجاء حديث شريف حديث الشفاعة الذي بلغ حد التواتر كما عند الإمام البخاري عن سيدنا أنس حين يكون الخلائق في هول وتكون الأهوال يوم القيامة والناس في يأس وبؤس والناس في فزع وهلع والناس يهرعون إلى الأنبياء فيأتون إلى آذم فيقولون اشفع لنا عند ربك فيقول لست لها عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله فتأتي الخلائق ويأتون الناس إلى إبراهيم فيقولون يا نبي الله اشفع لنا فيقول لست لها عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى اشفع لنا فيقول لست لها اذهبوا إلى عيسى فإنه كلمة الله وروحه فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون اشفع لنا فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم عليكم بمحمد فيأتون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقولون اشفع لنا عند ربك فيستأذن ربه صلى الله عليه وسلم يستأذن الله تعالى فيؤذن له فيقف بين يدي ربه فيحمده قال صلى الله عليه وسلم فأحمده بمحامدة لا تحضرون الآن فتحات تليق بذاك المقام فيحمد الله تبارك وتعالى ويسجد بين يديه فيقول له الحق جل في علاه يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع فيقول يا رب امتي امتي